افتتح وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع غسان الزامكي برفقة سيدة الأعمال شراق السباعي فندق روز عدن السياحي على منطقة ساحل أبيان في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن وأكد الوكيل الزامكي في الافتتاح أهمية مثل هذه المشاريع السياحية التي تؤكد عودة مدينة عدن للحياة الطبيعية تدريجيا وتعافيها وتغلبها على كافة الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية